لو حضرتك دكتور وديت المريض بتاعك حقنة مضادة حية ومسلا بعدها لقيت المريض بدأ يهرش في جسمه والجسمه بدأ يحصل فيه ارتكارية وجسمه يحمر وبعدين لقيت المريض بيقول لك يا دكتور انا مش قادر اخد نفسي جت تسمع سيدره لقيت فيه ويزين جبت ايس له الضغط لقيت ضغطه متخفض وضربات قلبه سريعة فالمريض ده فورا تجيب نص امبول ادرنالين وتدهوله عضل في عضلة الفغز من الخارج زي اللي قدامك في الصورة ده وتكرر الموضوع ده الحقنة دي كل من خمسة لخمستاشر ديئة حتى تحسن هذه الاعراض ولو انت مش في المستشفى تروح بيه فورا للمستشفى لان الموضوع ممكن يسوق اكتر من كده اما لو انت في المستشفى وجاء لك مريض بالشكل ده فطبعا اول حاجة هو لو فيه تركيب له كان يولا طبعا بسرعة تحطه على اكسجين وتقسل السكر بتاعه بعد جده تتديله برضو وده فورا كل النقط دي بسرعة اصلا تتديله نصف امبول عضل برضو في عضلة الفغز من الخارج كل من خمسة لخمستاشر ديئة حتى تحسن الحالة كمان طبعا المريك بتاعك ممكن تعمله جلسة فاركولين عشان الويزنج ده كمان تعلق له محلول ملح تسعة من عشرة في المية ملح او رينجر كمان تتديله حقنة من الانتهيستامينيكس حاجة زي دايفين هيدرامين او تديله امبول افيل كمان ممكن تديله امبول فاموتدين زي الانتودين مثلا وطبعا النقطة الاساسية في العلاج ده كله هو الادرنالين اللي قلنا عليه نص امبول عضل كل من خمسة لخمستاشر ديئة لو المريض يتحسن وفي معظم الاحوال بيتحسن بتحطه تحت الملاحظة 12 ساعة وبعد كده بيروح اما المريض لو لم يتحسن فبيدخل عناية مركزة فاهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن انافلاكسز او انافلاكتك شوك التحسس الشديد او الصدمة التحسسية وحلقتنا مخصصة للاطباء والتمريض والطاقم الطبي عموما وما تنساش في بداية اعمل لي لايك للفيديو الانافلاكسز او التحسس الشديد ممكن يحصل لأي جخص تقريبا لكن نسبته نادرة تقريبا من واحد او اتنين في المليون ممكن يحصل لهم انافلاكسز ويكون مميت ويا ما سمعنا طبعا عن واحد قد حق نومات او حتى خد بنج اسنان ومات سمعنا كتير عن الحاجات دي فالتحسس الشديد او الانافلاكسز ممكن يحصل من ادوية زي مثلا المضادات الحيوية زي البنسلين والسيفلوس بورينز زي التيتانوس انتي توكسن زي نقل الدم زي نقل الحديد احيانا النونستيرويدال انتينفماتيو دراجز مسكنات احيانا السبغات اللي بنستخدمها في الاشعة وغيرها وغيرها من الادوية ممكن تعمل انافلاكسز كمان مش بس الادوية ده حتى بعض الاطعمة مع بعض المرضى ممكن تعملهم انافلاكسز ممكن مريض يحصل له تحسس شديد من طعامه يكون مميت زي المكسرات زي البيض زي السيفود كمان حتى لدغات الحشرات بعض المرضى ممكن يبقى عندهم تحسس شديد منها زي لدغات النحل ممكن تكون مميتة في بعض الناس زي لدغات العقارب عضات التعابين وغيرها وغيرها كمان اللاتيكس المادة اللي بيصنع منها الجوانتيات الطبية دي ممكن تعمل انافلاكسز عند بعض الناس فنخلي بالنا وخلي بالك انا هنا مش بتكلم عن بسيط اي دوة في العالم ممكن يعمل شوية طفح جلدي وشوية هرش لكن باقي اجهزة الجسم سليمة ومفيش اي مشكلة تانية ده بنقول عليه وده غالبا بس بنتديله حاجة مضادة للهستامين كده وبيخف عليها وخلاص لكن احنا هنا بنتكلم عن اللي هو تحسس شديد او صدمة تحسسية ممكن يكون فيها اعراض في الجلد زي احمرار وزي الهرش وزي بالاضافة ان المريض ممكن يحصل معاه مشاكل في الجهاز التنفسي زي يبدأ الجهاز التنفسي يورم اللسان يورم الشفاف يورم حتى الجهاز التنفسي العلو ممكن يورم وده يعمل له اختناق كمان المريض ممكن ينهج بسبب وبسبب تجي تسمع صدر المريض تلاقي صدره بدأ يزيق المريض ممكن يحصل معاه عطس ويحصل معاه افرازات من الانف وممكن يحصل معاه كحة وحاجات كتير تابع الجهاز التنفسي كمان القلب والاوعية الدموية المريض ممكن ضغطه ينخفض ضربات قلبه تزيد ودي نقطة مهمة ممكن الى حد ما تفرق لنا ما بين الانافلاكسز والفازوفيجل اتاك الفازوفيجل اتاك ممكن تحصل لواحد بسبب انه بيخاف من الحقن مجرد خوف او الالم بس وفي الفازوفيجل اتاك غالبا بيبقى فيه بطء في ضربات القلب برادي كارديا وعلاجه بس بيكون ان احنا نييمه على ظهر ونرفع رجليه شوية في دقايق معدودة بيخفه يبقى كويس اما في الانافلاكسز غالبا بيكون فيه زيادة في ضربات القلب كمان المريض ممكن يبقى معاه ممكن يبقى معاه ألم في الصدر كمان ممكن يحصل له كولابس او يحصل له سنكوب المريض يفقد الوعي يقع من طوله بسبب برضو الانافلاكسز كمان هذا الانافلاكسز ممكن يؤثر على المخ والأعصاب المريض يبقى عنده تشوش في الرؤية يبقى معاه ديزنس دوخة ممكن يبقى المريض متوتر وقلقان وخايف وممكن يفقد الوعي او يحصل له اضطراب في الوعي بسبب انتخفاض الضغط وبسبب الانافلاكسز على المخ والأعصاب كمان طبعا الجهاز الهضمي المريض ممكن يبقى عنده غثيان او ممكن يبدأ يرجع بالفعل ممكن يحصل معاه اسهال ويحصل معاه ابدومنال كرامبس كمان المريض ممكن يقولك يا دكتور انا حاسس ان انا بموت غالبا الاعراض بتاعت الانافلاكسز بتبدأ من خمسة لتلاتين دقيقة بعد السبب يعني بعد الحقنة اللي خدها او بعد النحلة اللي قرصته او بعد الاكل اللي كله لكن احيانا يكون بعدها بثواني معدودة وعايز اقولك ان الاعراض الجلدية زي الهرش والارتكاريا والنحمرار والحاجات دي بتكون موجودة في معظم الحالات لكن مش شرط بعض الحالات ممكن يبقى معاها مشاكل على القلب او مشاكل في الجهاز التنفسي بدون اعراض على الجلد فتخلي باية لك طبعا مريض خد حقنة معينة فجأة ضغط وطي وضربة قلبه زادت ومش عارف يتنفس واسمعت ويز فالراجل دفق انافلاكسز حتى لو الجلد معلوش حاجة كمان عايز اقولك ان في اعراض ممكن تظهر بعد من اربع لتمن ساعات من السبب بنقول عليها بس غالبا دي بتكون مش خطر مش مميتة ان شاء الله وبالنسبة للتشخيص والفحوصات فالتشخيص ما بنحتاجش اي فحوصات مجرد التاريخ المرضي السريع المريض او اهله يقول لك يا دكتور دخات حقنة معينة او كالاكلة معينة بعدها جسمه حمره بدأ يهرش ويعمل طوله وهكذا التاريخ المرضي ده بيفصر لك الصورة ما بنحتاجش اي فحوصات لكن في بعض الحالات الاكثر استقرارا ومش خطر اصلا بس احنا مش عارفين هو ده انافلاكسس ولا لا ممكن يعمله تحليل اسمه سيرام تريبتيز بيطلع عالي ده تعرفه من باب العلم بالشيء لكن الاساس اللي تعرفه ان احنا مش محتاجين فحوصات والتشخيص كلينيكل ودلوقتي تعالى مع بعض نتكلم عن علاج الانافلاكسس بالنسبة لحضرتك جا دكتور طوارئ وجاء لك مريض انافلاكسس فازاي وزاي اي مريض كريتكال اول حاجة هو الـ ABC Airway بتاع مفتوح ولا لا بيتنفس بشكل طبيعي النفس داخل وخارج بشكل طبيعي ولا لا لان لو فيه صعوبة في التنفس فالمريض ده بنحتاج نركبه فورا نركبه انبوبة حنجرية لان الاديمة ممكن تزيد مع الوقت وما نعرفش نركبها بعد كده ونحتاج نعمله فلو فيه اي مشكلة في نتعامل معها بسرعة لو هو بالع لسان النقطة التانية هي نشوفه بيتنفس كويس ولا لا لان المريض لو ما فيش ما فيش بلس فالرجل ده نعمله سي بي ار فورا سي سيرتيوليشن نشوف النبض بتاعه ونقس له الضغط ونشوف العلامات الحيوية بتاعته نركب له اي في لاين ودي نقطة برضو مهمة جدا نركب له كانولا او اتنين يفضل بسرعة لان برضو بعد كده ممكن يحصل له كل لابس وما نعرفش نركب له اي في لاين كمان نحطه على اكسجين معظم حالات الانالفلاكسيس بتحتاج اكسجين عايز اقولك ان الخطوات دي كلها مش بتاخد وقت تقول لي احنا هنعمل ده كل وسايبين المريض عايز اقولك ان الحاجات دي ومش بتاخد وقت كل ده في ثواني بعد كده هنتكلم عن النقطة الاساسية في علاج الامافلاكسيس واول نقطة والاهم على الاطلاق هو ان انت هتدي للمريض بتاعك ابنيفرين نص انبول ابنيفرين او ادرنالين تده له عضل في عضلة الفغز من الخارج زي اللي في الصورة كده ونكرر الحقنة دي كل من خمسة لخمستاشر ديئة لحد الاعراض اللي عند المريض ده تتحسن للضغط يبدأ يتزبط ضربات القلب ما تبقاش سريعة للمريض انت مفيش نهاجان ونفسه بقى كويس تسمع صدر المريض مفيش ويزل وحالته استقرت في معظم الاحوال ان شاء الله بيتحسن بعد جرعة او اتنين احيانا ثلاثة اما لو لم يتحسن وانت كررت الموضوع ده اكتر من مرة ففي الوقت ده بيدخل عناية مركزة يدخل عناية مركزة ليه عشان نراقب القلب وحالته عموما بشكل كويس نديله الايبنفرين برضو بس هندهوله وريدي تنقيط وريدي بالجرعات اللي قدامك دي في بعض الاحيان ممكن نديله دوبامين وريدي ايضا كمان طبعا بيديله محاليل وريدية ممكن يديله انتيهستامينكس وممكن نحتاج نديله كورتيزون او امينوفيلين وريدي كل ده طبعا في العناية المركزة وهنا في ملحوظة بس عايزك تعرفها ان الايبنفرين في حالة يعني اي حالة نديله ابنفرين فورا ومع ان ابنفرين ممكن يعمل كاردياكس كيميا او يزود الكاردياكس كيميا فاحنا بنتابع المريض بتاعنا ونشوف لو حصل اي مشاكل منه لكن اي مريض انافلاكس بنتديله ابنفرين فورا النقطة التانية في العلاج هي حقا جلوكاجون ده ممكن نديها لبعض المرضى اللي اديناهم ابنفرين اكتر من مرة ومفيش استجابة خصوصا لو هو ماشي على بيتاب لوكرز على علاج ادوية زي الكونكور وغيرها بيتاب لوكرز ممكن تقلل استجابته للايبنفرين في الوقت ده بنتديله جلوكاجون بنتديله من واحد لخمسة ميلي جرام اي في على مدار خمس دقيق وريدي بعد كده بنتمشي تنقيط وريدي بمعدل من خمسة لخمستاشر مايكرو جرام في الدقيق لكن ده في بعض الحالات زي ما قلنا النقطة الثالثة في العلاج هي اي في فلويدز ان احنا بنتدي للمريض بتاعنا محاليل وريدية عشان الهايبوتانشن اللي حصل وعشان الاكسترا فيسكولار لوس حصل فوجدان للسوائل خارج الاوعية الدموية فبنتديله محلول ملح اللي هو النورمال صالين 9 من 10 في المية او رينجر لكتيت مبدئيا بنتديله واحد لتر وبعد كده بنقيم المريض بتاعنا نشوفه يحتاج اكتر ولا لا لكن طبعا لو المريض كاردياك او في مشكلة نخلي بالنا شوية ونسمع صدر المريض باستمرار عشان مايدخلش في بلموناري كونجيشن النقطة الرابعة في العلاج هي بندي للمريض مضاد للهيستامين ودي حاجة تساعد مع العلاج هو الاساسي اصلا في الحالة كلها هو لكن ممكن ندي زي حاجة زي نديله حقنا وريد مثلا دي مش موجودة عندنا ممكن بيدوا مكانها كمان ممكن ندي حاجة زي ممكن برضو نديله النقطة الخامسة في العلاج هي المريض لو خد ادرنالين مرة واثنين ولسه سيدروبيزاية فممكن نعمله جلسة سالبيتامول اللي هو الفاركولين يعني نجيب سنتي فاركولين ونحطهم على تلاتة سنتي محلول ملح ونعمله جلسة وممكن نكررها اكتر من مرة ازا لازم الامر النقطة السادسة هو حققا الكورتيزون وهنا في نقطة مهمة ان حققا الكورتيزون ملهاش دور اساسي في الانافلاكسز في الوقت الحالي لكن ممكن تمنع فممكن ندي المريض بتاعنا مثال بريدنزولون بجرعة مية خمسة وعشرين ميلي جرام وريد يعني نجيب الانبول اللي هو السوليوم درول مثلا اللي هو الخمسمية نحله على عشرة سنتي محلول ملح ناخد منهم اتنين ونص سنتي ونحطهم على مية سنتي محلول ملح ونعلقهم للمريض بتاعنا لو المريض حالته لهم تتحسن بيتحول عناية مركزة لكن المريض بتاعنا لو حالته تحسنت وده في الغالب اللي بيحصل فالمريض بنخليه تحت المراحصة حوالي من 12 ل 24 ساعة بعد كده بنخليه يروح البيت وهو مروح بنكتب له على مضاد للهستامين أكراس حاجة زي زيرتك مثلا أو كليريتين ياخد قرص مرة واحدة في اليوم وممكن يدي له برضو كورتيزون أكراس حاجة زي السوليوبريد مثلا قرص ونص كل 12 ساعة الحاجات دي بيمشي عليها من يومين لخمس أيام فقط كمان طبعا بننبه على المريض بتاعنا انه يبتعد عن المسبب اللي عمله الانافلاكسيس ده لازم يعرفه لو كان دواء معين لازم يعرفه ويبتعد عنه ويكتبه في ورقة أو يبقى معاه دايما عشان ما ياخدهش تاني أبدا لو كان طعام معين يبتعد عنه تماما ولو كان حاجة ما يقدرش يبتعد عنها زي لدغ النحل اللي ممكن يحصل من غير ما يعرف فلازم يلبس اسورة أو كارت مكتوب عليه أنه عنده حساسية من لدغ حشرات معينة أو من طعام معين عشان لو حصل له انافلاكسيس في أي وقت وحد شافه يبقى عارف ايه اللي حصل للمريض ده كمان المريض ده بيمشي ومعاه حقنة ابنيفرين معدى للحقن سلف انجيكشن ابنيفرين لو تعرض للحاجة اللي بتعمله بيحقن نفسه فورا بهذه الحقنة أو أي حد من اللي حواليه بيحقنه كمان المريض لو هو مش عارف السبب اللي عمله في الحالة دي بيلجأ إلى طبيب تخصص أمراض دم ومناعة عشان يعمل له بقى وحاجات كده يحاول يوصل للسبب اللي عمله اشتركوا في القناة